تطور كبير في العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الماضية على كافة الأصيدة بما يكشف مدى توفق الرؤى بين قيادتي البلدين حول المجالات كافة مصر وألمانيا قدمت خلال السنوات القليلة الماضية نموذجا يحتذى به في التعاون بين أفريقيا وأوروبا حول المجالات التنموية والقضايا الإقليمية العلاقات المصرية الألمانية لا تقع في خانة العلاقات الروتنية بين الدول ولكنها علاقة نوعية متطورة تكشف مدى إيمان الدولتين بقدراته وأهمياته كل منهما للآخر فالدور الريادي لمصر بالمنطقة والخطوات الواسعة التي خططها لاستعادة مكانتها إقليمياً ودولياً في عهد الرئيس السيسي يعد من العوامل المؤثرة التي دفعت ألمانيا لتعزيز شراكة بين القاهرة وبرلين ربما لم تشهدها عقود من العلاقات الثنائية بين البلدين كذلك حركت الخطط التنموية لمصر بوصلة شركاء التنمية الألمان للمشاركة في عتد كبير من المشروعات القومية بين البلدين من بينها محطات كهرباء وإنتاج الهيدروجين الأغضر والقطار السريع فقد بدى واضحاً حرص الحكومة الاتحادية في ألمانيا على دعم جهود المصرية في بناء دولة حديثة كما تحرص القاهرة بدورها على تنويع تعاون مع الدول الكبرى مثل ألمانيا والتي ترى فيها شريكاً كبيراً ومهماً في أوروبا ذلك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب التقارب المصري الألماني ترجمته سبع سنوات من التعاون الثنائي الفعال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل والتي حرست على التبادل المستمر للرؤى مع الرئيس السيسي بشأن كافة الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ما أحدث تحولاً نوعياً في الشراكة بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية إذن تقارب ترجمته زيارات ولقاءات شبه دورية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وميركل حيث زار الرئيس السيسي ألمانيا أعوام 2015-2017-2018-2019 وقامت المستشارة الألمانية بزيارة مصر عامي 2017-2019 كما التقي في عدد من المحافل الدولية منها قمة العشرين باليابان والسبع الصناعية الكبرى بفرنسا كذلك شهدت العلاقات بين القاهرة وبرلين زيارات لكبار رجال الدولة بهدف تعزيز التعاون المثمر بين البلدين رأس السلطة الجديد بمكتب المستشاري الألماني أولف شلوتس كان على دار بميركل بإيمانه بمدى أهمية العلاقات بين القاهرة وبرلين فحرص على تبادل الاتصالات مع الرئيس السيسي كما وجه شعلت سيكاليمال الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس خلال مراسم توقيع عقود بين مصر وشركة سيمينز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالية أطوال حوالي ألفين كيلو متر أساس راسخ للعلاقات بين مصر وألمانيا نجحت قيادة البلدين في وضعها ما يدعم نموذجا للتعاون ما بين أوروبا المتقدمة وأفريقيا الواعدة بما يحقق مصالح شعبهما